اشتركوا في القناة كنت قد قلت في الأسبوع الماضي أننا سنخصص هذه الجلسة للموازنة وفي الواقع أجلت الجلسة إلى يوم السبت القادم ولذلك الاجتماع مضى بجلسة اعتيادية ببرنامج عادي بدأ الكلام لسيد رئيس مجلسة الوزراء بتوجيهات لسادة الوزراء بأن عليهم حشد جميع الإمكانات المتاحة والعمل بكافة الجهود لخدمة أهالي محافظة ذيقار هذا الكلام بدأ به سيد رئيس مجلس الوزراء لتحقيق متطلبات مشروعة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية في المحافظة وخاصة الجانب الصحي والخدمي والزراعي والصناعي وغيرها وتناول أيضا رئيس مجلس الوزراء الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات هذه الانتخابات القادمة ما زالت الحكومة ماضية إلى عزمها على إجرائها في السادس من حزيران القادم دعا رئيس مجلس الوزراء أيضا إلى جلسة خاصة لتناول المشكلات التي تقع ضمن برامج وزارة الكهرباء لتقويم عملها وأدائها هذه لفتة حقيقة في المجلس وهناك أيضا إصرار على إنجازها لإعادة دراسة حجم التمويل الذي تحظى به وزارة الكهرباء وانعكاس هذا التمويل الضخم على إنجازاتها في الواقع ودعا أيضا رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة النفط إلى إيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد تعلمون لدينا مشكلة في هذا القطاع لدينا غاز مبدد يقدر بمليارات الدولارات وما زال هناك تأكيد في المجلس لإيجاد حل لهذه المعضلة أخيرا كان هناك تنويه من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى الحوارات الجارية لحل مشكلة الرواتب أنا أعلم أن هناك كثيرا من الأسئلة تدور في الأذهان عن هذه المعضلة للأسف الحوارات ما زالت جارية لإيجاد حل لكن النقطة التي أثيرت في هذا المجلس تتعلق بالجانب الإنساني رئيس مجلس الوزراء دعا إلى إبعاد هذه القضية عن الصراعات السياسية والتركيز على الجانب الإنساني فيها أي أن القوانين والصراعات داخل البرلمان والرؤى السياسية للكتل المختلفة لا يجب أن تمس أقوات الناس اليومية هذه الرواتب هي تعني المعيشة اليومية للمواطنين وهناك لفتة أيضا أخرى تتعلق بأننا ما زلنا في هذا النظام الديمغراطي ندير هذا النظام بعقلية اشتراكية هذه هي نقطة أعتقد ربما تبدو نظرية لكنها مهمة أساسا أي لم يكن هناك تمهيد جذري للتحول الذي شهدناه منذ العام 2003 نمضي إلى الإجازة الذي استمعنا إليه من السيد وزير الصحة عن جهود الوزارة والدولة كافة في مواجهة جائحة كورونا أكد سيد الوزير أن نسبة التشافي في تصاعد ووصلت إلى نسبة 87% هذه النتيجة والنسبة خفضت نسبة الإماتة إلى 2.2% وهذا يعني يعتبر مؤشر جيد بالنسبة لأوضاعنا في العراق وتعلمون مدى انعدام التزام المواطنين بالإجراءات الصحية إذن جاءت هذه النتيجة لتوسعة قدرة الاستيعاب السريرية ونتيجة توفير العلاجات والعمل الجاد على تحسين خدمات القطاع الصحي مما أدى إلى تراجع كبير في نسبة الوفيات وجرى أيضا تأكيد توفير وزارة الصحة التمويل اللازم لشراء اللقاحات حالما تقر منظمة الصحة العالمية فاعلية هذه اللقاحات وكان هناك طرح لنقاشات عن التعاقد مع الشركات المنتجة للقاح بشروط أهم هذه الشروط هما شرطان الأول العراقيون يسعون إلى توفير الاعتمادية العالمية في هذه اللقاحات وأيضا توفر الخدمات اللوجستية لنقل اللقاح هذه مشكلة تعلمونها جرى أيضا تأكيد أن مخاطر الانتشار ما زالت شديدة في بلدنا ودعوة المواطنين والمؤسسات كافة إلى التزام إجراءات الوقاية وعدم التساهل في تنفيذها وتعلمون أن أوضاعنا غالبا ما نجد عدم التزام من المواطنين في إجراءات الصحة والسلام عموما نظر المجلس بعد ذلك في الموضوعات والملفات التي جدولت في جدوى الأعمال وتخذت فيها قرارات أصلت الضوء اليوم على القليل منها والمهم وربما ستعلمون بالبقية من وسائل الإعلام القرار الأول كان هناك إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة 2020 بشأن موضوعه إكمال بيانات موظفي الدولة بحسب الآتي أولا الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء بوزارة التخطيط وكذلك عملية جمع البيانات وحث الوزارات والجهات الحكومية على تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب يشتمل على جميع وحدات الإنفاق وترفع بوساطته الرواتب إلكترونيا إلى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط ويصدر كتاب التمويل إلكترونيا من المنصة إلى وحدة الإنفاق ويرسل إلى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود باركود في كل كتاب أو أي طريقة أخرى اثنيا إنشاء منصة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكية يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين بعد أن تدخل هذه أو يدخل الموظفون أنفسهم هذه البيانات وتدقق من دوائرهم ويتم اعتماد بيانات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أول والعمل على توفيرها إلى جميع الموظفين كأسبقية في إصدار البطاقات والإعاز إلى وزارة الداخلية لتوفير ذلك ويترك للجنة الخيار البديل في حالة تأخر إصدار البطاقة لموظف ما وبعدين هناك شيء إجرائي وهي تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والصناعة والاتصالات بالإضافة إلى دوان الرقابة المالية الاتحادي لتنفيذ ما ثبته آنفاً وتكون هذه اللجنة برئاسة الجهاز المركزي للإحصاء ثم بعد ذلك يصار إلى تحديد جهة لمتابعة عمل هذا الفريق المذكور آنفاً في وزارة التخطيط وإشعار مجلس الوزراء بسير تقدم عمله هذا الإيجاز لمشروع وشيء مهم يتعلق بالأرقام الوظيفية وبنظام توزيع الرواتب للموظفين الذي فيه فوضى حقيقة كثيرة سينظمها إن جرى العمل به في الأيام والأشهر القليلة القادمة وتلزم بعد ذلك الوزارات بإرسال أسماء موظفيها من الذين لم يتم إصدار رقم وظيفي لهم إلى وزارة الداخلية قرار آخر وهو تخويل المصرف الصناعي التعاقد مع ميراه ملائماً في المجال المصرفي هذا قرار أساسي ومهم لتطوير المصرف هناك تجربة سابقة مع المصرف العراقي للتجارة هنا محاولة أخرى لإنقاذ هذا المصرف ورفع مستواه على أن يجري تحديد أعداد المتعاقدين وأجورهم بناء على اقتراح من مجلس إدارة المصرف وموافقة وزارة المالية شريطة عدم المطالبة بالتعيين على الملاك الدائم فحوى هذا القرار بإيجاز هو أن هناك نية لدى هذا المصرف أن يتعاقد مع خبراء خبراء لرفع إمكاناته بعد أن كانت متعثرة قياساً على تجارب سابقة مع مصارف سادقة قرار الأخير الذي سأعلنه اليوم هو قيام وزارات المالية والنفط والكهرباء بتقديم حل نهائي لكل المشاريع الحيوية العاجلة ومتوسطة الأمد وخصوصاً مشاريع الصيانة لشركات جي إي و سيمينز إضافة إلى توفير الدعم المالي لضمان استخدام الوقود السائل بدل نقص الوقود الغازي شيء أخير اسمحوا لي أن أعلنه يتعلق بالمخيمات التي سبق أن نوهت بها في الأسبوع الماضي والآن لدينا شيء تعلق بالمنحة المخصصة للعائدين طوعاً من هذه المخيمات وهذه تسمى منحة الطوارئ ستنطلق أو ستطلق هذه المنحة في الأيام القريبة القادمة لأولئك الذين عادوا طوعاً من مخيماتهم وقبل يومين أغلقت ثلاثة مخيمات في كاركوك وصلاح الدين وديالة بعد أيضاً عودة النازحين منها طوعاً إلى بيوتهم ولذلك تكون بهذا الإجراء بهذا الغلق تكون هذه المحافظات كاركوك وصلاح الدين وديالة خالية من المخيمات تماماً هذا هو الموجز وأتلقى الآن أسئلتكم السلام عليكم عبدالله بدرام من قناة الميادين هناك إسرار على موعد الانتخابات رئيس الوزراء اليوم في مجلس مجلس الوزراء قال نحن واضون بإجراء الانتخابات حضرتك الآن تقول الحكومة ماضية بعزم على إجرائها في السادس من حزيران من عام 2021 بالنسبة للمحكمة الاتحادية القانون لم يكتمل وعضوية المحكمة لم تكتمل ولا توجد آلية لتعويض غياب الأعضاء كيف يمكن أن يكون الرهان ثابتاً على إجراء الانتخابات في السادس من حزيران وهذا الأمر لم يكتمل بعد أنا أؤكد مرة أخرى أن الحكومة عازمة على الموعد الذي أطلقه السيد رئيس مجلس الوزراء السادس من حزيران القادم سنة 2021 هو موعد الانتخابات هذا فيما يتعلق بجانب الحكومة أنتم تعلمون أن الانتخابات غير متعلقة فقط بإجراءات الحكومة هناك إجراءات أخرى متعلقة بمجلس النواب ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية لكن في مداولاتي مع بعض الأخوة النواب الحاجة لهذا القانون هي حاجة أخيرة بعد أن تجرى الانتخابات يعني القانون ما زال أمامه وقت ما زال هناك أمام وقت لمجلس النواب لدراسته وقراءته وإقراره فهو ليس حاجة ضرورية ملحة الآن مثل حاجتنا إلى أشياء أخرى تتعلق بالانتخابات قانون المحكمة الاتحادية هو فصل أخير في الانتخابات نحتاجه لحقا سؤال آخر دكتور جابر جمال مراسل قناة الرشيد يعني هناك تسريبات متداولة بأن أثناء اللقاء الأخير يعني لقاء المفوضية العليا بالسيد رئيس الوزراء طالب أعضاء المفوضية بتأجيل موعد الانتخابات إلى أيلول المقبل بسبب وجود معاوقات كثيرة ومشكلات تتعلق بالأمور الفنية والجوانب الأخرى ما دقة هذه التسريبات؟ ليست هناك تسريبات بهذه الدقة عن هذا الموضوع على العكس هذه الزيارة هي أكدت الموعد الذي أطلق في السادس من حزيران وحاولت أن تفي بمتطلبات حاجة المفوضية لإجراء الانتخابات في السادس من حزيران القادم وأولها نحن صوتنا في مجلس الوزراء على قرار التمويل المفوضية وهناك انتظار من مجلس النواب أن يؤدي الجزء الذي عليه لكي يمضي هذا التمويل فمن جهة الحكومة هناك عمل حثيث وليس هناك دقة في هذه التسريبات سؤال أخير سأبدأ من حيث انتهوا الأخوة الزملاء في الميادين والرشيد قانون أو مشروع قانون تمويل الانتخابات يعني هل تضغط الحكومة على مجلس النواب أو هناك مداولات بشأن هذا وممكن يؤثر على الموعد أنت تقول في جانب الحكومة نحن ملتزمون لكن بالتأكيد انت أخرت المحكمة الاتحادية وأيضا هذا القانون ممكن يؤثر على الموعد وثانيا لماذا تأجلت الجلسة الخاصة بالموازنة المواطنية يسأل بعد تصريح رئيس الوزراء بخصوص رواتب السنة الجديدة أجيب أولا على سؤالك الثاني هناك متطلبات لعقد الجلسة تأخرت يعني ليس كثيرا السبت القادم سنعقدها لتكون مخصصة عن الموازنة هذه المتطلبات تقوم بها وزارة المالية وستكملها حسب ما سمعنا من وزير المالية هذا اليوم وستكون هناك جلسة السبت القادم عن الموازنة فيما يتعلق بقانون المحكمة الاتحادية علقته قبل قليل قلت في قضية الانتخابات هناك أولويات يعني أولا مثلا نحتاج قانون الانتخابات ثم نحتاج تحديد الدوائر الانتخابية ثم نحتاج قانون المحكمة الاتحادية هذه المتطلبات والأوليات تخضع لمدة زمنية قانون المحكمة الاتحادية سنحتاجه لاحقا ومازال هناك أمام مجلس النواب الوقت الكثير لإنجازه شكرا جزيلا لكم